انخفاض في المشاهدات انخفاض في الساعات انخفاض في المشتركين ده احصائيات قناة المتوحد فكرة في اخر سبعة ايام والكلام مش بس على المتوحد فكرة ده معظم القنوات اللي انا بدرها عندها انخفاض في التلاتة الفترة الاخيرة على الرغم من اختلاف المحتوى ما بين قناة والتانية قنوات بتقدم روتين عندها انخفاض قنوات بتقدم ملخصات افلام عندها انخفاض قنوات بتقدم كرة قدم عندها انخفاض قنوات بتقدم طبخ عندها انخفاض الانخفاض طال مجموعة كبيرة جدا من منشي المحتوى وانا شايف الكلام ده بعيني في الكومنتات الكومنتات كلها بتشكي من المشاهدات الفترة الاخيرة وعايز حضرتك تركز معايا في الفيديو ده علشان تعرف السبب لانه مش هطلع برة تلاتة التلاتة دول لو انت قدرت تفهم المشكلة في مين هتبدأ تعالج السبب وتبدأ تطور من نفسك وتبدأ تزبط اكتر وتجيب مشاهدات اكتر وده اللي بعتمد عليه في قناة المتواحد فكرة يعني انا بسأل نفسي سؤال مهم جدا هم مين العوامل الاساسية للمشاهد على اليوتيوب منشئ المحتوى المشاهد واليوتيوب نفسه بسأل وشوف هل منشئ المحتوى بيعمل اللي عليه يعني بيجيب افكار كويسة عنوين كويسة صور مصغرة كويسة مرات ظهوره كويسة معنى كده ان المشكلة مش في منشئ المحتوى برجع واسأل طب اليوتيوب هل اليوتيوب فيه مشاكل زي اللي حصلت من يومين عدم احتساب المشاهدات هل اليوتيوب بيدي الفيديوهات مرات ظهور كويسة هل اليوتيوب بيدعم محتوىك هل اليوتيوب شايف محتوىك كويس مش شايفه محتوى غير مرغوب فيه فقل المرات ظهوره لا ده اليوتيوب شايف محتوى كويس جدا وانا باخد مرات ظهور كويسة جدا ولكن مفيش نسبة نقر ولو فيه نسبة نقر مفيش مشاهدات كويسة هنا المشكلة مش مشكلة منشئ محتوى ولا مشكلة اليوتيوب المشكلة مشكلة مشاهد وحتفهم كل ده بالتفصيل لان في بعض الاحيان لما بنيجي ندخل اليوتيوب ونبدأ نسأله ايه هي مشكلة انخفاض المشاهدات عندي بيبدأ يديك تحليل التحليل ده بيبدأ يوضح لك ان ممكن تكون المنافسة هي السبب في انخفاض مشاهداتك يبقى نرجع ونقول ان منشئ المحتوى ممكن يكون عند المشكلة ايوة وهنا حضرتك بتروح لقنوات الرائجة القنوات اللي موجودة عند حضرتك في الاحصائيات في الجمهور ارجع على الاحصائيات وروح على الجمهور كده وشوف القنوات اللي موجودة عندك وابدأ بص عليهم وشوف اخر فيديوهاتهم هل عندهم انخفاض في المشاهدات ولا لا لما تلاقي قناة فيها 440 ألف و562 ألف اخر فيديوهات عندهم 6000 و3000 يبقى المشكلة مش مشكلة منشئ المحتوى المشكلة مشكلة اليوتيوب طيب لما لاقي اليوتيوب بيدي مرات ظهور واليوتيوب بيدعم يعني هنا مفيش منافسة واليوتيوب كمان يبقى المشكلة هنا مش مشكلة يوتيوب يبقى مشكلة المشاهد ايوة انا كده فهمتك يا متوحد يا فكرة تعال بقى للكلام اللي بيقولك اليوتيوب نفسه يعني الكلام ده من اليوتيوب نفسه لا هو مني ولا منك لا تنسى بدأ تأثير ما يلي في المستخدمين في المشاهد الاهتمام بالموضوع منشئ المحتوى عامل اللي عليه اختار موضوع رائج وفريد وعمل صورة مصغرة وعنوان كويس معنى كده ان منشئ المحتوى مش عليه اي غبار المنافسة كل المنافسين واعين كل المنافسين عندهم مشاكل التغيرات الموسمية هل يمكن تغيير المحتوى ليتطابق مع اهتمامات مختلفة خلال العام ايوة يعني حضرتك ممكن تغير محتوىك علشان يتم استهداف الجمهور لرمضان وده اللي حصل على فكرة في قناة المتوحد فكرة من اول رمضان وانا بتكلم عن زيادة المشاهدات في رمضان ادى الى زيادة المشاهدات بس الفترة الاخيرة المشكلة ملهاش علاقة فترة زمانية المشكلة في القبضية الاسلامي وكمان في البيوت اللي بتحصل في مصر وجميع الدول العربية اللي هو الام بتطلع دلوقتي وتبدأ تروح تعمل كعك العيد وبسكوت العيد والزيارات والتهجد اللي بيروح يسألوه في الجوامع وكل حاجة بتحصل انه هنا بتخلي الناس بتلتهي عن الموبايل ويروحوا للأساسيات اليومية اللي هي الصلاة اللي هي اهم من يومي الموبايل الصلاة يعني الامهات لامه بتعمل كعك الامهات التانية لامه بتصلي يعني لامه عدد كبير جدا يصلي التهجد لامه عدد كبير جدا موجود بيعمل في العيد او قاعد في الفرن بيعمل ايه بيعمل الكعك والباسكوتو الحاجات دي والابهات لا اما بيقرأ التهجد لا اما نايم علشان هيصحى الصبح يطلع عينه يعني في الاخر لا اما بيلعب كورة يعني في الاخر المضمون ان المشاهد نفسه مش موجود لفترة الاخيرة وده طبيعي وبيحصل بصورة زمنية مباشرة في اواخر رمضان وبشكل مستمر ده غير تأثير المسلسلات وانتهاء الحلقات انا عايز اقولك ان فيه ناس بتبدأ تتفرج على مسلسلات رمضان في اليوم الـ 21 علشان يكون قرى بالنهاية ايوه ده بيحصل وحضرتك ممكن تكون واحد من الناس دي علشان كده اللي عايزك تحطه ببالك وتفكيرك ان الفترة دي ممكن يكون العيب مش فيك انت كمنشئ محتوى ممكن يكون العيب في المشاهد المشاهد نفسه مش موجود بما اني بكلم منشئ محتوى فمنشئ المحتوى حيفهم من احصائياته لما يبدأ يبص على المحتوى ده ويبص طب المحتوى ده ايه ده محتوى بحسي هيبدأ يجيب بحس بشكل مستمر المحتوى ده مش هيموت اه يبقى خلاص انزله فهنا نزلت المحتوى بحسي هيجيب مشاهدات بشكل مستمر بس برضو ما نستش المحتوى التاني المحتوى المقترح اللي هيبدأ يجيب ويجيب مشاهدات هو جاب وطيرة اقل واثر على نسبة النقر وانخفض عدد المشاهدات السهرة من الاقتراحات والتالي بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اهتم بالجزئين الفكرة اللي ممكن تدي رواج وكمان طريقة التقديم اللي ممكن الناس تيجيلها الفترة الاخيرة بالاضافة على رغم ان الفيديو حاصل متوسط مد من شادة كويس الناس تفرجوا عليه كويس مش وحش كويس بس برضو المشكلة هنا مش مشكلة يوتيوب ولا مشكلة محتوى المشكلة هنا مشكلة مشاهد المشاهد مش موجود النهاردة فحط في تفكيرك ان حضرتك ما تزعلش لازم تفهم وتجاهد محتوى الفترة اللي جاية علشان تدخل بالعيد يبقى لازم منشئ المحتوى الفترة اللي جاية يبدأ يفكر هو حيقدم ايه علشان يطور من نفسه ودي حنعمله فيديو جديد ان شاء الله علشان تعرف تاخد اجازتك لازم تجهز من دلوقتي فيديوهات للعيد ودي حنعملها في فيديو علشان منشئ المحتوى الناجح لازم يعمل كده علشان تعرف تاخد الرسط بتاعك براحتك من غير ما تفكر في القناة وتزهى فحضرتك هنا عرفت ان العيب مش عيبك انت كمنشئ المحتوى العيب مش عيبك ما هو اصل العيب مش عبنا يا ابني احنا مفيش حاجة عبنا طالما انت زكي وعمل اللي عليك وشغال فاعرف ان العيب ممكن يكون عيب في المشاهد المشاهد مش موجود النهاردة وطبيعي ده اللي بيحصل العوامل الخارجية اللي بتحصل زي مثلا فترة كورونا الناس كلها كانت قاعدة على الموبايلات فكان عندك ارتفاع في المشاهدات حال هقول لحضرتك ارتفعت المشاهدات علشان كورونا ما هو طبيعي ان كورونا الناس قاعدت في البيت فزادت المشاهدات الناس طلعت من البيت قلت المشاهدات لكن اول ما يرجعوا على مدار اليوم هيبقى عندك مشاهدات زي النهاردة كان فيه عندي مشاهدات ساعة تمانية وتسعة وعشرة وامبارح كانت ساعة عشرة وقت اللايب ماشي والفيديو اللي انا بعمول لك هنتزلوك بالليل برضو الاتفاع في المشاهدات فحضرتك بيرتفع عندك المشاهدات اول ما ايه المشاهد ييجي فلازم تعرف ان اهم حاجة عندك انك تكون متواجد بافكار جديدة وتفهم ان التغيرات الزمنية دي بتحصل باجل ومستمر على طول طول الموسم طول السنة انت بقى لازم تفهم محتوىك ماشي ازاي الفيديوهات اللي تنزلها الفترة دي المشاهدات البحسية سبب انخفاض المشاهدات بس دي الحاجات اللي حضرتك لازم تفكر فيها وتبدأ تمشي عليها وتشتغل عليها معنى كده ان العيب مش عيبك العيب عيب المشاهد المشاهد مش متواجد فانت لازم تفهم شكرا للجميع كان معاكم المرجع الاول اللي منشئ محتوى يوتيوب اللي حابي وضح لك ادق التفاصيل اللي لازم تركز عليها علشان ما تلمشي نفسك وتقعد مسك بقى الفيديوهات وتغير في عنوان وفي سرعة مسغرة وتتعب نفسك طول اليوم لا طالما انت بتاخد مرات ظهور ونسبة نكر كويسة ومتوسط مدة مشاهدة كويسة اعرف ان اليوتيوب هو اللي عنده خلل اليوتيوب نفسه مش اليوتيوب نفسه هو اللي عنده خلل المشاهد مش موجود اليوتيوب يقترح والمشاهد مش موجود طيب وقف خلاص كده انت فهمت الدنيا ماشا ازاي ما تلعبش بقى القناتك عشان ما تأزهاش والضمارها لان التغييرات كتير جدا عم القناة بيخلي اليوتيوب يبدأ يراجع مع القناة ويبص عليها ويبدأ يشوف هل الشخص ده بيعمل اي تلاعب في القناة ولا لا ما تقعدش تغير عنوانك كتير ما تغيرت صورة مصغرة كتير خلي تغييرك يكون مرة واحدة كل 14 ساعة لو عايز تشوف التغيير بشكل صليم وتفهم الاحصايات وتحل احصاياتك وتفهم انت عملت صح ولا عملت غلط شكرا